تفقد رئيس نيابة السناف شمال عدن القاضي يحيى شعيبي سير العمل في إدارة البحث الجنائي بالعاصمة المؤقت عدن حيث كان في استقباله مدير إدارة البحث الجنائي في عدن العميد ناجي قاسم المرفدي تنفيذا لتوجيهات معالي نائب العام القاضي قاهر مصطفى وطاف رئيس النيابة على مركز التوقيف والطلاع على أحوال الموقفين من الرجال والنساء والمتهمين رهن تحقيق مشهدا بما تقدمه إدارة البحث الجنائي من تعاون وتنسيق مع النيابات العامة في هذا المجال ووجه القاضي يحيى شعيبي بسرعة حالة المتهمين إلى النيابات المختصة وفرز السجناء الذين هم رهن المحاكمة ومن هم رهن التحقيق أكلا على حدة وإخلاء سبيل كل من لم تثبت عليه التهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وأكد القاضي يحيى شعيبي حرص النيابة بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي على معالجة كافة الإشكاليات المعوقات التي تواجههم والعمل على تطبيق القانون في كافة القضايا للارتقاء بمستوى العمل وضمن توفير حقوق السجناء والموقوفين